لما كان بيجي لك عروض وانت قلت لي انه العروض دي كلها ترفضت من الزمالك ليه انت ما كنتش بتزق او تضغط او تصر او تحاول او تحاول تقنع بلاش باي ازمات يعني انك لازم تخرج قلهم يا جماعة انا عايز العب انا عايز العب منتخة مصر انا بعيد عن منتخة مصر مصر لو انا اتكلمت في الوقت ده كان هاي كنت برضه هتصدر للمشاهد ان انا بعمل مشاكل ان انا عايز امشي ان انا يعني بيبقى فيه فيه كذا سيناريو ممكن يحصل في الوقت ده انا كنت راجل بجيب العرض وبيسيب الاختار للمجلس ادارة ايني ملكش دعوة بالضبط السر بلك عرض عدت على الدكة زي ما انت قلت لي كده الناس جات عليك انت عشان ما بتتكلمش التالت بقى ودي بالنسبة لي هي الازمة او هيدي بالنسبة لي انا كمتابع يعني هي المشكلة انه دايما انت محاط بالاشعات يعني محاط بالاشعات حتى برا الملعب مفيش اي اشعة فيهم حقيقية حاس فيها ان انت غلطان حاس فيها ان انا كنت مزنب حاس فيها ان انا اخطأت انا زي ما قلتلك يعني انا عدت فترة طويلة جدا بلعب بلعب كورة ما حصلش مني مشكلة واحدة بس لو هتقعد بقى تفكر في كل اشاعة وترد على كل اشاعة انت كده مش هتخلق مش تلعب كورة فانا بسمع وبرمي رضا عبر بس كده في اشعات مؤذية للنفس قبل الامور الفنية والكورة بس مش انا الواحد والله يعني الفريق كله فريق كله بقى فعلا بنتعرض للكلام ده ايه بس لو انت فكرت او سيبت ودانك للكلام فانت مش تلعب كورة ايه مفكرتش مرة دافع عن نفسك تقول يا جماعة يعني مثلا انا بطلع اقول في الاعلام يا جماعة محمد عوات بيعمل 1 2 3 4 على دوق ميلي من معلومات مجدش في مرة قلت لا يا جماعة الكلام ده مش مظبوط انا 1 2 3 4 احنا بشر يعني احنا بشر بنبقى نفسنا ندافع عن نفسنا في الكورة او في مجال الكورة كل الناس عارفة بعض عارفة كابتن كريم عارفة عواد عارفة كل الناس كل واحد شخصيته ايه ولا ده بتاع مشاكل ولا ممكن الكلام اللي بيتقال ده فعلا ولا لا فاعتقد يعني الواحد سمعته او الفترة اللي هو اشتغل فيها في الكورة فتشفع له ان اي حاجة تتقال عليه الناس هي اللي ترد يعني مجدع التعامل